العالم بأسره يحتفل بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف الثالث عشر من فبراير لكل عام ونحن كذلك إنها الدورة الثانية عشر لليوم العالمي للإذاعة التي أحيتها وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تحت الشعار الإذاعة والسلام بين الأمس واليوم لا يزال حال الإذاعة في إفريقيا كما هو الحال في جميع بلدان العالم الثالث بهذه العبارات استهل رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بوكر سندا كلمته التي أكد فيها بقاء الراديو في إفريقيا وخاصة جات كوسيلة إعلامية أكثر استخداما لأنها توافق بين الماضي والحاضر لشعب متعلق بشدة بالتعبير الشفوي وأن هذه النسخة تتزامن مع المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتدرك السلطات الانتقالية الدور الذي يمكن أن تلعبه الإذاعة في عملية تعزيز الديمقراطية ممثل منظمة اليونسكو لدى البلاد انتهز فرصة الاحتفال ليقرأ رسالة المدير العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والتي جاء فيها بأن للإذاعة دورا مهما ومحوريا في إحلال السلام وحفظه وتقديم منهجا بديلا لمنع نشوب النزاعات ولابد من تعزيز دعم الإذاعة المستقلة الآن وليس غدا اعترافا بأهميتها لتحقيق السلام الأمينة العامة لوزارة الإعلام خديجة محمد حسين في خطابها بهذه المناسبة أشارت إلى أنه منذ استلام المجلس العسكري الانتقالي للسلطة وحتى اليوم ليس لدى تشاد أي صحفي أو إعلامي وراء القطبان وأن مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هي فرصة للدولة التشادية لتعزيز ابتزامها بدعم وتحديث الإذاعة وحثت العاملين في الإذاعة إلى مضاعفة الجهد لتوعية السكان بالسلام والتعايش السلمي وشدعت خديجة محمد حسين القائمين على أمر الإذاعات للمواصلة في مختلف حملات التوعية من أجل توطير السلام وضمان التنمية المستدامة هذا وكما تخللت فعاليات الاحتفال بهذا اليوم تنظيم مؤتمرات نقاشية وندوات كلها تدور حول الإذاعة والسلام سفتي كجورناليست كصحفي يوم أظيم ويوم مهم لأن أنا أعيش في الإذاعة والإذاعة هي عند أهمية بالزيادة لأن الإذاعة تقدر تمود إليه المؤتمر لذلك بالإذاعة يقدروا يلقوا التوعية لجبوها الصحافين لكي يخيروا الكمبرتماعيهم الطبيعيهم يخيروا لذلك تعتبر من المؤسسات ذات أهمية وشعبية كبيرة وهذا اليوم يمثل يوم فرح ويوم سعادة ويوم سعادة لجميع الصحافين أتمنى المزيد من المهنية في أداء الواجب خاصة في مجال الراديو كما أيضا يحتفل هذا اليوم بالراديو ساهمة الراديو في صنع السلام ترجمة نانسي قنقر